مارشل مكلوهن وقوانينه للميديا مارشل مكلوهن من أهم المفكرين في عالمنا منذ نيوتن وداروين وأينشتاين وبافلوف يعني ممكن نقول أن مارشل مكلوهن وحفظه الاسم هو أينشتاين الميديا مارشل مكلوهن كان مدرس إنجليزي ومشغول تدريس الطلبة وتصحيح الكرسات لغاية ما العالم اكتشفه وصار هو أبو الميديا مكلوهن هو أبو تحليل الميديا حيث قدم لنا دراساته خلال ثلاثة عقود ابتداء من 1951 ل1980 وتوفى في ليلة رأس السنة ساتذة وعه وتمانين كل اللي قاله وقته ينطبق علينا الآن هو أول من تنبأ وأطلق لأول مرة ذلك التعبير الشهير صار العالم قرية صغيرة كذلك هو أول من سك تعبير القرية الكونية يعني يوم ما تسمع التعبير ده ده مش بتاعي ولا بتاع غيري ده بتاع مارشل مكلوهن مارشل مكلوهن رأى التلفزيون يتفوق على المطبوعات والراديو وراء تأثير التلفزيون السياسي والاقتصادي وكذلك في مجال التسلية والتعليم وفي تأثيره العام في حياتنا لذلك في هذه الحلقة سنتكلم عن إدراك الميديا وهنتكلم عن قوانين مكلوهن للميديا ومش هنقولها كلهم هنقول اتنين منهم أول حاجة الميديا كامتداد لأنفسنا ودي حلقة المرة دي الحاجة التانية في الحلقة القادمة هنتكلم عن الوسيلة هي الرسالة أو the medium is the message إن أول شيء نعمله هو أن نفهم ما هي الميديا والقوانين التي تعمل بها وقد رأينا أن مارشل مكلوهن بالرغم من صعوبة فهم كتبه إلا أنها تقدم لنا إدراكا أساسيا للفهم الصحيح للميديا فمثلا نحن نعتقد اعتقادا تقليديا عن وسائل الإعلام ونعتبرها فقط الكلمة المكتوبة الصورة والتلغراف الفيلم الإزاعة التلفزيون لكنها أيضا الطرق والأرقام والملبس والمسكن المال الساعات السيارات الألعاب والأسلحة وكافة التكنولوجيا التي هي امتداد لأنفسنا التي يقدم فيها مكلوها رؤية جديدة أول حاجة هي من قوانين مكلوها الميديا امتداد لأنفسنا يقول مكلوها كل تكنولوجيا هي امتداد لأجسادنا المادية وأكهزاتنا العصدية لتزيد من القوة والسرعة إن كل امتداد لأجسامنا أيدينا أو أرجونا يؤثر على كل شيء مادي كذلك التركيب الاجتماعي فالتكنولوجيا هي امتداد للوظائف الإنسانية سواء مادية أو نفسية أو اجتماعية أو عقلية فالعجلة امتداد لأقدامنا التليفون امتداد لأصواتنا التلفزيون هو امتداد لعيوننا وأذاننا كذلك الكمبيوتر امتداد لعقولنا والميديا الإلكترونية بأنواعها هي امتداد لجهازنا العصبي في نظرية مكلوها نجد أن اللغة هي وسيلة أو تكنولوجيا ولو إن استخدامها لا يحتاج لأي شيء خارجاً عنها ولأن اللغة هي امتداد أفكارنا الداخلية ومشاعرنا أي إنها امتداد لضمائرنا عندما عرف الإنسان اللغة صارت امتداداً له بالكلام الذي ساعد العقل أن ينفصل عن الواقع المتسع حول الإنسان فبدون اللغة لصار ذكاء الإنسان محصوراً داخله لكن الامتداد الحادث اليوم من خلال التكنولوجيا الإلكترونية رفع من عملية الامتداد التكنولوجي لمستوى عالي ومميز بينما سهمت كل الاختراعات السابقة ومنها اللغة في امتداد الإنسان إلا أن التكنولوجيا الإلكترونية قد صارت امتداداً لجهازنا العصبي المركزي متضمناً لألمخ نفسه فالتكنولوجيا ما قبل الإلكترونية صارت امتداداً خارجياً لعالم الإنسان الماتي أما التكنولوجيا الإلكترونية فهي امتداد داخلي لضمير الإنسان ألا يبدو أن ترجماتنا الحالية لحياتنا الكاملة إلى الشكل الروحي للمعلومات تشكل العالم بأسره وللأسرة البشرية وعياً واحداً وهكذا فإن أحد الشواغل الرئيسية لمكلوهاً في فهم الميديا هو فحص وإدراك أثار التطور نحو توسيع الوعي الإنساني الجماعي الذي تيسر لنا الوسائط الإلكترونية اشتركوا في القناة